اشتركوا في القناة 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 مرة تانية جريمة، مرة تانية مرة تانية مرة تانية، فيها ايه يعني؟ قديني قاعدة اوه؟ ها؟ وحياتك انتي ممشيت إلا ما نورت المراد واتطلب منها بالك لو ما نفعش ها؟ حينفعك حيشوفها بومة جردم سلسل ولا حيتجها، ولا حيتجلس مع صرتها وبعدين أنا عملي قلت لك حاجة وما حصلتش مش قلتلك انها مش هترمي ولا حتشيل وهحصل صح، حصل خلاص انتي بس، بتغيدي ده تحطي في جلب المخدة وده تحطي شوية منه في كوباية مياه على الريج وبيدعيلي بقى عارف يا دلال، لو طلق أو غارت نادرين علي اللي أجيبلك بيت جديد، قلت ايه يا عهد؟ هتغور، والله العظيم هتغور بيت جديد؟ طب أقول لك، لو ما غارتش، هجيبلك رجبتها على صدرها ها 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 ها، هتخلصيني منها يا بيت؟ لو التمن بيت جديد كبير وحلوك ده، أخلصك منها ومن اللي جابوها كمان ها 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 ها، ها 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 GETTURe92 ها 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 ه methane, اه سوق، بكرة الدنيا ترك ها ها ه ه ها 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 هوا ها ها ha ها ه bolaرد هنقعد يومين بعيدة عن الهم والغم ووجع القلب ده طب ليه مرح نيش اسكندرية ليه يا مصر رحشان دي عسل وحقة زي السكر انت نسيت ولا ايه اه ما نسيتش بس يعني نبستش ولا حاجة لعلمك انا اعمل لك مفاجأة عشرة على عشرة عمر عقلك ما هيوصل لا مفاجأة ايه محبش مفاجأتك هاس حق لا ويدي اي مفاجأة دي هتخرج من نفوخك وحاتك انت وجه جولس حق جل جل انت عتغنيه لا تطلع ما غني حسن طب سوق شجع على مهلك سوق مقرى الدنيا تروك صباح الخير يا مدى بسيها حضرتك لما تبقى من دي معاد لحد ما تبقش تتأخري عليك خير حضرتك عايزاني فيه اه اه لا ده كده مش خير ابدا ان البداية ما تطمنش اه مدام حضرتك بتديتي بالكلام ده انا هؤثر عليك الطريقة لان انا بصراحة مكنتش عارفة ابتدي ازاي بس دلوقتي انا جايش هنقولي الجوازة دي ما تنفعش ياختي لو بعرف ازغرك اه بركة يا جامع اللي جات منكو تانا اللي جاي اقولك ابنك ما ينفعناش يا حبيبتي احنا عايزين راجل اه يعرف يشيل مسئولية و لا يتهنن ولا يتدلع ولا يبقى عايز ماما تحط له البزازة في بقه ويا ريت يا ست سهام ياختي تقيدي نظر في تربية ابنك اه ياختي عشان لما يتقدم لحد يحترموه العروسة تحترموه وتقول ده راجل مشنا النوس عين امه بالسلامة يا روح الروح مع السلامة ده يتغدك مرواه تجوه متحرك ايه فيه ايه بسم الله عمك عبدالله هنه بتقولي صح؟ ايوه انا شفته هو داخل قلت اجي اقولك بسرعة جبل السيت الوالدة ما تستفرد بيه خصان ان ابوك مش هنه شش 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 اسكوتي ايه الكلام ديه فيه ايه بقى قولي الحجيجة امك ما بتحبوش ولا بتحبنا ولا بتحب اي حد في البلد كلها قلت لك مليون مرة الكلام ديه مش عايز اسمعوه بعدين انا ما بحبش اشوفك متعصبه بجولي اللي جوايا اكتم في نفسي يعني قطات جموت؟ لا بحدي الشر عنك ما تموتش ايه اسمعيني دلوقت اتبع فرشتال لعمي بتبصيلي كده ليه يلا جومي كومي يا جمراء وربيع يا ست الستات ايوك ده اضحكي يلا جومي عيني يلا يلا جومي يا حلو جومي امار فنست كريمة ماتوحشنهاش ازاي باجست الجبرية والله كت عايزة تهاجي معاي بازاي ما تقولي كده يعني ايه انا كنت مستعجلة يا مرحب يا مرحب والله اتوحشت البنات ده نايمة قلت لعبدالحكيم ياخدني ينزورهم بس هو كده يعني كان بيلويعني لحد ما قلت في حاجة انا ما عرفهاش ولا في حاجة هو ما عايزش يقول هالي عايزتي يا ست جبري يعني يا تكون است كريمة ما عايزاش تشوفني ايه البنات شايفينك ليلين يعني كمين احنا عايشين هنا وهم في ماصر واحنا ناس غلبة كده على كدنا يعني ملوش لزوم الكلام ده يا ست جبري انا بس جاي في موضوعه كده وماشي على طول انما ان شاء الله المرة الجاية اعمل حسابك ثلاثة اربعة ايام واجيبوهم معاي ياريت يا اخو يا ياريت وانا بقول البيت نور ليه لن اهلت يا مرحب بالناس الزينة يا ألوف المراحب ازاك يا مروان يا ولدي استغفالله العظيم ازاك يا ولدي الحمد لله بنات عمي فين هو عا تقول ما جوه شي والله ما كان ينفع يا مروان يا ولدي ليه يا عم؟ هم مش عايزين يعرفوني ولا ايه؟ اه قل له حسن بيزعل من كلامي هم شكلوا من كده ما عايزين شي يجوا يا اما اي يا حبيب عايزين من يدك الحلوة داي غدوة على كيفك يا سلام بس كده عيني بس واكلا يا عجب عمك كمنه هو معود يعني على واكلي الهواني المطباص عقل الأقباط يا دي منادمة عيشت اخوي ما تزعلش يا عمي هزعل من ايه يا ولدي سيبك انت انت عامل ايه وحسن عامل ايه والبت سامس وكلنا زينين نقصنا انت يا عم يا عم حكي لي احكي لك ايه؟ ايه حاجة انت تعرف انا احب كلامك وحكويك كمان سو حاجتك كتير يا دي مراوة وانت يا عم ما تزعلش من امي هادي شي بياخد على كلام امك يا مرحب يا عم ايه بسم الله الرحمن الرحيم فيه؟ ما عرفاش بس انا مش متطمن عال الزيارة دي ما أسألش علي؟ هم ده بايينه نيس أني حنتو اخت ده ولا جاب سرتك طبعا هي السانيورة اللي واكل عاجلو نحلة وابرو حتخليه يفتكر ان ليه ها ولا تحنن جلبه علينا واتنجيه جاي من وراها سرجة صح بقول لهم ما فين قال ايه معلش النبادي انا جاي صدراد صدرديه وازفديه دي لو عرفت إنه جاي هنا هتاكلوا مش بعيد كمان تديلو كلمتين في جناوه يا حلوة يا اللي شاي لالفراج سعلي يا حلوة يا اللي شاي لالفراج اكتموا ترحى فين بالفروجات دي يا بت؟ ماروان جال لك بحيهم عشان عمي هنا عمك من متى بجى عمك؟ جاك عم الدمب وانا مالي وانا اللي جون تعالي هنا انت رحى فين؟ هخش أسلم على عمي اتوحشته جوي بحبه مجيته هنيه عيد كان نفسه شوفه هو ومرته عمتي كريمة الست العاجلة كمل اللي تتحطى على الجرح يطير دي أنا اللي هتحطى عليك اختي من قدامي عمتك هتكسرني عشان أعوز أخش أسلم على عمي عبد الله ازاك يا فوزي؟ اتوحشتك جوي يا عمي جيب كلي معاك امن مصر كل خير يا حبيبتي بكقولك ازايك يا فوزي؟ الحمد لله كويسة وزي الفل ويه المجابلة دي يا فوزي؟ وعاوزني اجابلك ازاي يعني؟ هو انت كنت بتسأل ولا بتطمن؟ ولا حتى فتكرت ان ليك اخت؟ طبعاً البركة في الهنم الكمل اللي تتحطع جرحي طيب الا بالحق يا عمي ازاي عمتي كريمة وبنات عمتي بخير؟ بخير يا حبيبتي بسلم عليك ازايك يا عمي؟ ازايك يا حبيبتي؟ ازايك يا عمي؟ استغفر الله العظيم ازايك يا عمي؟ ازايك يا عمي؟ الحمد لله يا سمس يا بنتي شمس فوزيها ازايك يا عمي؟ ازايك يا عمي؟ انتصلك مش عارف اللي حصل امك؟ مالهم يا روح امك جراتلي بلاش فروج خليه بط اصل اللي عايشين في مصر متعودين على اكل الفروج انه بالبط حاجة تانية خالص وخصوصي ان عمي عبدالله بيحب الرجاج بمرجة البط مش كده يا حماتي؟ كده يا روح حماتك روح اتبع الفروج يا امه عشان خطر يمشوا بس ان ما طفحتك عظم البط ما بجاش هانا يا ناتية مش فهمة حاجة يا عبدالله ما تجيب من الاخر حقيقة انا في ازمة فوزي ازمتيه يا اخوي بعد الشر عليكم الازمات اعم ازمتيه استنى انت يا مروان قول يا اخوي قول انا سمعاك انا محتاج فلوس محتاج فلوس؟ انت محتاج فلوس؟ هايب يا راجل ده انت كلك فلوس ده انت سمعتك جايبة البلد من شارجها لغربة ولا ولا الهانم زنت عليك مرش نزوم الكلام ده يا فوزي انا بتكلم معاك عشان انت اختي تتكلم معايا من متى يا جلب اختك بتتكلم معايا ولا حتى افتكرت ان ليك اخت مرمية في البيت هنا انت عارف انت بجالك كده يا عبدالله ما كلمتنيش ولا حتى حتى رنيت علي وقلت لي كلمني شكرا وانا كنت اتصلت بيك فوزية الحكام باقولك يا عبدالله الشويتين دول ما يخلوش علي والمسكنة اللي انت رسمها على وشك دي ما تدخلش على عجلة عيب يا راجل عيبت بجا راجل كبيرك دي وجاي تتكلم في فلوس وانت كلك فلوس فلوسية يا عبدالله اللي جاي تتكلم فيها دي عمتي جاي جرا ايها روح عامتك مش عاشبك كلام اياك ممكن لأجله الكلام دي لبعد الغداء وبعد الغداء ليه؟ ما اللي حنقوله بعد الغداء؟ نقوله دلوك بص باجا يا جالب اخت يا ننة عين اختك من جوب اسمع يا مروان عشان تبقى فهم الدنيا ماشية ازاي الحكاية وما فيها شغل حريم هاري وغيرة الستة كريمة لا على حمي ولا على بارد جاعدة تبخ ثمها في ودنك وتلاقيها بتقولك الأرض يا عبدالله البيت يا عبدالله الفلوس والتجارة اللي هم فيها دي من فلوسنا يا عبدالله عوزة تجطع وتشفي وتلهف كل حاجة لكن ده بعدة انا بجل حجافلة احب على يدك ما تزعل شي لا يا ولدي انا مش تحلم منك فوزة في اول وفي الاخر اختي المؤمن ابوك ما تخافشي ابويا مش هيسيبك يا عم بحكاية الازمة دي ايه؟ قولي الي كان عايزك في ايه؟ عايز عزرائيل حرم عليك يا بيت دخوك حرم علي يا دخويا طول ما وراها العجربة دي يبقى هو وهي في ستين دا اسكت يا جبري يا اسكت من الشاي لهم عبية؟ عندك حج واللهي بس قولي الي عاد هو كان عايزي قليه؟ عايز فلوس فلوس؟ بسم الله الرحمن الرحيم منين يا أختي منين؟ ما أنت عارفة كل حاجة؟ منين؟ منين؟ ما أنت عارفة كل حاجة؟ جريه يا جبريه لا، ما قصدش يعني هو آه يعني الحمد لله الخير كتير وكل حاجة لكن اللي كريمة له أيوة، اللي كريمة له لكن الخير كتير والحمد لله بسدت كتير كتير بقول لك يا حماتي آه أتبح رومي كمان بوللك فياكد أقول لك أنا أنا اللي ح spicy يا باب ياعمر امشي غوري هي حصلت ترميني بالمدرس؟ ده أنا حجطع عليك كمان ياعمر ايش يا باب ياوي فيه فيه؟ فيه فيه؟ فيه؟ أمك أمك بترميني بالشبشب أمك بتهني لا! كله لجلة الجيمة أنا عند أبوي لما تعرف جيمته بجت على خزني بنت يا نادية راح فينا بنت لا لا يا عمي كله لك ده ده أنا الصغير والكبير مادس أبوي فوق دماغه أنا مش راجعة لما يجيب لي حجي حجاه يا أمو حاج ياما ياما عيبك ده يا موري بتقول لنا عيب أنا اللي غلطانة يعني بتركبها علي يا والد بطني ما تقول لها كمان تقولني جلمان اخص عليك اخص ماشي قصدي يا أمو حاجك علي؟ ايوه ايوه بعيد عني طيب فوق دلو كنادي طيب والله أنا مجاعدة في البدة طول ما هي في ايوه اهه 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 اه 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 شايف؟ خلاص يا ام يام ايوه اوه ابني ما رواهن والدي هتقليب دماغك عالفاضي ممكن حدي محتاجنه هلى حاجة يلي هيحتاجوك فيه وبعدين انت من حقك ترويق دماغك وزمان كان معنا الهباب دي إذا كنا هتشيله مالناس كانت عايشة ومتصرفوا زي الفل لعلمك محدش صار بالدنيا إلا البتاع ديت والله عندك حها ايه؟ ولو بعدين لما حاجدي يسألك يقولو تسرفتيون كان عطلان أو فاصل شحن أو الشبكة واقعة عندك بدل العزر مليون عزر لما انت جيبتونا هنهلي أحملك مفاجأة ايه مفاجأة كيف يعني قول انت بس كده وظبط حالك وبعدين هتعرف كل حاجة ايه؟ هتعرف كل حاجة كل كل عكبين انت تعي الأكل يخرب عاجل يا كاب كله من خيالك يا عبد الحكيم الله أم صلى على النبي الله أم صلى على النبي مش هتغيري عشان ننزل أغيري وقعرفي بقولك إيه أنت ملكش كلام معي خالص أنا جاي هنا عشان خاطر محروصه بس الله يخليك أنا ماشي يا أصلي مالها دي أفش عليك يا سيدي لين شاء الله أنت بصراحة الرحلة اللي فاتت كونتناطيرها على آخر طب بقولك إيه البت دي أنا مش عايز أشوفها تاني وحساب الفندج أنا مش دافع فيه ولا ميلم تشيل نفسها أنا ببحبش أنا عوجة البوز دي أنا جاي عشان أفرفش مش جاي عشان أصالح ودادي أنا برضو هقولك يا أبو المفهمية البنات بتحب الدلع هدلع إيه؟ هي مرتي عشان أدلعها طب قصما بجلال الله لو مرتي عملت العملة دي لكون حدف على بيت أبوها عشان كده عمرك ما هتعمر أعمر إيه وزفتي إيه؟ بقولك إيه؟ أنا محبش التكشيرة والبوز الفجري عليا النعمة ما دفع لها ولا ميلم ولو دفعت لها حاجة أعمل حسابك إنك مرفوض بخلي حد في البلد يشغلك كل يا عم تغور في ستين دهية تغور في ستين دهية وأنا لا أكل ده أنا لما ده أنا بصدق إن أنا أخرج معاك يا سلام إيه شب ده هو دليده معجول تفجاهية دي المفاجأة إيه رأيك عشان بس تعرف إن أنا أحسن منك أنا اتصلت بإسحاب وأنا اللي قلتله يجيبك هنا عندي وأنا اللي شارت عليه إنه ما يقولكش عشان عارفة ومتأكدة إنه لو كان قالك ما كنتش هتيجي مين جالك ده؟ يعني لو كان قالك إن القوتيل ده بتاعي وإن أنا مستضافك هنا عندي كم يوم كنت هتيجي؟ أجي ده ناجي واجي واجي كمان أه نما إزاي يعني الفندو بجاء بتاعك بالسرعة دي يا عبد الحدي ها استنى بس يا إسحاب على وم ألف أمروك تعرفي أني لما كنت خالج ولا متدايج ولا مخنوق بافتكرك على طول وافتكري الأيام الحين واني قضي ما هسوا توحشت الجوا يا ده لي ده وأنا كمان يا عبد الحكيم المهم أن أنت هنا ضيفي والقطيل كله تحت أمرك أي حاجة تضيقك أي حاجة ما تعجبكش على طول كلمني أسحاب أيوة ست دليدة خلي بالك منه حكي ما أنا عرفاه وهيخلع منك دايماً بيقولك كلام الحل وبعدين بيخلع ولا نسيت أخلع واجه بعد ما شفتي أخلع إسحاج هو اللي هيخلع إيش ما أبو يخلع أبو يطلع طبور ماشي عابحكيه دي لو جبريه عارف اتحطي نعيشتك اضحك اضحك بقولك إيه أضيف حسابي على أستاذ حسن بيه أستاذ نادة بتقول إننا نحن نضيف حساب على حضرتك ولا عرفها نعم هي وليه أنت فيه مالك إيه بيد عني بقولك إيه حسن ادفع الحساب يا إما وديني عاملك فضيحة هنا تعملين أنا فضيحة ليه وأنا اللي جاعت في قضة مش عايز أدفع تمانها انت بجربي كده وشوفي مين حيبايت في التخشيبة النهاردة ما تحذرش يا حسن أنا مبهزرش يا روحومك روحومي؟ يا روحومك ما اللي عايزاني أكلمك كيف بقولك إيه بيت أنت أنا لما بقولك إنك تيجي بيبجي عشان نجد وقت لطيف مش عشان تعاكنني على أهلي يلا روح يرمي بالاكي على حد تاني يلا محروس محروس الحقني مين دي يا حسن حسن يلا الولية زي ما يكون صدقت بتتلاكك دهية أخدها وأنا يعني اللي كنت راضي عن الجوازة دي أو غرف دهية ماما كنت عايزة تكلم معاكي في حاجة بس حابتي خير يا زينة بعيزة إيه يا حبيبتي إيه يا ماما ماما لك أنت في حاجة مدقيكي لا يا زينة أنا كويسة ساي الفل الحمد لله طيب بص يا ستي أنا عايزة روح عمدل جوهرجي لقيت حاتة بس لحد يقولي جوهرجي ولا ميض نحاس ولا عايزين فلوس ولا سايخ ولا عايزينة محاش جاني سينة دي خارس سمعيني ولا بيستمعيني إيه يا ماما فيه إيه هو أنا قلت إيه يعني كل ده مالك يا حبيبتي مالك يا ماما معلش معلش يا زينب أصلاً صحية متضايقة شوية وعند شوية صداع بلها شدي يا ستي وونا مش باشهر وونا مش ماني أجمع ماما عايزة أعرف إيه اللي حصل بالزبط نعم يا ستي رتال إيه اللي حصل في إيه بالزبط حضرتك عارف أنا قصدي إيه كويس قوي آه فهمت دلوقتي يبقى حضرتك قابلت المتنيل على عينه المعدول صح؟ صح يبقى اتخانيقتي معايا اتخانيقتي معايا يا ماما وكل ده جاي فوق دماغي أنا جاي فوق دماغك إزاي يا ستة ستات قالي إن إحنا مش هينفع نكمل مع بعض والله ابن قصول ابن حلال مصفي بركة يا جامع إنها جات منه ايه يا ماما اللي حصل رتال ايه دي مش كده لا يا زينب مش ههدى أنا لازم أعرف إيه اللي حصل هو أنا يا ماما مش كنت قلتلك تتحمليها شوية عشان خطري أنا يا أختي ولا تحملها ولا تستحملني يا باتت أنا أول ما دخلت ادي تهملي في جنابي ملمنائي يا أخيار وأخريتها لقيتلي معلش حاجة كريمة مفيش اسمه ونصيب قلتلها ليه حاجة كده قيت لهو من غير سبب يعني إيه من غير سبب قابل رؤيس عليها يا أختي بقولك آي اللي وده رجله ما تحتبش هنا انت فهمها ولا لأ انت عارفة لو تقلك بالدهب الدهب اللي أنا كارها اسمعه برضو مش هتاخده تتكون قرف إيه يا بيت تتكون قرف عاجبك اللي أمك بتعمله ده في حاجة غلط كل حاجة في البيت ده بقت غلط يا هاب لا انت في حاجة غلط بتحصل احنا ما نعرفهاش من إمتى أصلا بابا كان بيسافر يزور عامي وبعدين راح فجأة كده وماما سابته لقيلة لقى ولقلبة الدنيا زي كل مرة وكان بيروح ايوة كان بيروح بس الغريبة بقى ان المرات دي راح وما سألش اي حد فينا اذا كان عايز روح معاه ولا لأ ومشي فجأة كده انا ما اهمنيش بقى كل اللي بيحصل ده انا اهمني المصيبة اللي انا بقيت فيها دلوقتي يا عبيت انت افهمي الاول ايه اللي بيحصل ده وبعدين اتكلمي انا متأكدة ان ام الزفت اللي انت ما اخطباله ده هي السبب هي الغلطانة بقولك ايه يا زينب انا عارفة متأكدة ان كلكم بتكرهوه ده ايه العرف ده والله العظيم انت يا عبيتة يعني عايزة تقولي انها عملت كده من البابل الطاج يعني ايوة والله العظيم يا بوي عملت كده من غير سبب طب اقولك اسأل عمي عبدالله عميك عبدالله او عبدالله هنه ايوة وكان شاهلة على كل حاجة بقولك ايه المرة دي غير كل مرة وعزة جلال الله بحطة رجلي في البت ده تاني مروان ده انا مش هرجع له تاني لما يجيب لي بيت له واحدة بعد الرمي بالشبش بنجس ايه تاني بس عارفة اقولك ايه بس يا بيتة انا عارفك انت بيت تساوي يعني برضك هتركبنا للغلط يا بيت جابريا ديه زي يومة يعني لو تجيب الطين كده تشيله وتخطه فوق راسك تقولي لها تمني امات تفاهمه ولا مش فاهم لا يا بوي مش زي يومي يا بوي ده انا عاشها وسطهم خدامة خدامة ايه بس يا بيت لما انا فاهمك وخبرك كويس ترى ايه يا بوي هو انا رخيصة عندك جوي كده رخيص ايه يا بيت ده انت اكل حاجة عندي في الدني اقولك انت اجلى من بيت عبدالحكيم باللي فيه امه ليه بس؟ انا بس مش عايزها يعني تماشي اللي ببالها هي عايزة تخرجك من البيت ما ترجعيش تاني طب ما انا عارفة انت عارفة؟ وتسيبها جاي الهاب لتعمل كده؟ اقولك جوني يا بيت عب سلام وانا كان لازم اعمل حكاية كبيرة وزعلة والمرة دي فرصة عمي عبدالله موجود ومروان شاف بعينه كل حاجة كان لازم اعمل غطبة واسيب البيت عشان اشبره يجيب لي بيت ليا الوحدي tenimمممممممممم؟ ايوة انا مصدقت بصراحة اممممم طب علي النعمة من نعمة راب ان ما كنت تاخذ بعضك وديلك فسننك وترجح على بيت جوضك لخن المبايت كل Hills في الزروجان بالبهاية human فاهمة ولا مش فاهمة هتعملوا معايا ايه?, هتزجنوني يعني؟ الخبر ايه لا سع 싶은ك فيش ايه حاجة ف pine لا فية تصور يا باشا انا بنيزل هنا كتير زبونة يعنى وأول مرة أنسى الكريدت كارد بتاعي يقوموا هايزين يسجنوني عشان يقوموا شوية مشاريب قام الحساب مايصحش داشا قام ألف ومتين جنيه ضفوا مع الحساب عندي أنا متشكرة قوي بس بدي أعمل أحسابك المرة الجاي طيب ممكن نمر التليفون حضرتك عشان ردلك المبلغ يعني لأ هتبرموا هداية مني لا ماينفعش لازم أخد نمر التليفون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة